موسيقى غالبا اختفاء البصيرة من عند الانسان بيكون لتلات اسباب اما فقدان المعلومة واما غلبة الهوى والمزاج واما عقبة اسمها الخضوع للمجتمع وإحنا في رحلتنا ان شاء الله في بصير رحلتك من الشتات الى اليقين هنحاول نقدم معلومات في كل موضوع هنفتحه يخليك تشوف الموضوع ده بعين الحقيقة بالبصيرة لان كتير مننا صادق لكنه ما عندوش المعلومة الصحيح ربنا بيقول في القرآن قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وكأن في مجموعة معلومات في كل جوانب الحياة لو عرفتها همتك لانك انت صادق همتك تزيد في الاقبال على التصرف الصحيح في كل جانب من جوانب حياتك تصرف العبد بحسنة ما ربنا يشوفك يشوفك عبد كما أمر سبحانه وتعالى وده دورنا في كل حلقة ان شاء الله في كل موضوع هنعمله وعندنا مشكلة تانية وهي غلبة الهوى بني آدم عنده هدى وعنده هوا عنده طريق ربنا وعنده طريق الشيطان عنده معلومات جواه بتشجعه يكون وراء سيدنا محمد يوصل لربنا سبحانه وتعالى ووساوس وتزيين من الشيطان بيقوله انبسط بشهوتك ورغبتك دلوقتي لو سلم نفسه لشطانه بيتهمي ويعيش في اللذة الحاضرة وينسى العواقق ولو مشي وراء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعيش في لذة المباحات لربنا ادهانا والكافية لمتعة الإنسان ولكم في الأرض مستقر ومتاع ضمن لك المتاع في الدنيا ومتاع إلى حين نفس الوقت قلبه منور موصول بربنا وبصرته دايما شايفة حقيقة كل شيء عشان كده وإحنا في سكتنا هنحاول نزيل عقبة الهواء فاحنا ان شاء الله واحدة واحدة ماشيين مع بعض كده نشيل من طريقنا الأهواء والتبريرات اللي بتوعه ميعين البصيرة وبتخلي الإنسان دايما في الشتات عشان نرحل من الشتات إلى اليقين يبقى شيء أخير ساعات البني آدم بيختار مجتمع يبادوا عن ربنا ويبقى مجتمع متبع لهواه اللي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة اتفرطت من إيديه محتاج إنه يلم بعضه كده ويرجع لربنا سبحانه وتعالى فكأن في بعض الأوقات الإنسان بيضعف بسبب المجتمع اللي هو اختار يحط نفسه فيه فإحنا محتاجين نشاور على مجتمعاتنا ونقول إحنا هنا هنتبع وهنا لأ لازم أحافظ على مبدئي وأخلائي وقيمي وديني واتباعي لسيدنا رسول الله وسامعي وطعتي لربي سبحانه وتعالى حتى لو المجتمع الصغير بتاعي اللي أنا اخترت أبقى فوزتهم من أصحابي ما بيعملش كده وهنساعد بعض على ده فهي معلومة ثم معنى يوقظ الروح عشان يغلب الهوى ثم رؤية رؤية البصير لحقيقة المجتمع اللي أنت مختاره وإزاي تعيش بمبادئك وأخلائك فيه أو تختار مجتمع آخر واحدة واحدة بثبات وسكينة ورحمة في رحلتك أيها البصير من الشتات إلى اليقين اللهم يا رب اجعلنا ممن أشرقت على قلوبهم بنور وجهك فاستنارت بصيرتهم وأشرقت حقيقتهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه اللهم لا تجعل في قلوبنا شيئا عظيما وهو عندك حقير ولا تجعلنا نستهين بعمل هو في عينك كبير والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد من أنار لنا الطريق ورفع عنا كل ضيق والحمد لله رب العالمين